ينضم إلينا من واشنطن الدكتور عصام سكندر المحل السياسي دكتور قبل ساعة من الآن كان هناك خطاب للرئيس الأمريكي لا شك أنك تابعته مثلما العالم كان كله مترقبا له إلى أي مدى جاء هذا الخطاب متناسبا مع هذا الظرف ومع الخطوة الإيرانية يعني تحياتي لحضرتك السادة مشاهدي قناة الغد هذا الخطاب ربما يكون أول خطاب عقلاني للرئيس ترامب في الأزمة مع إيران بمعنى أنه وجد مخرجا لإيران ولنفسه وحدد في نفس الوقت النقاط الخلافية التي يمكن حلها ونقاط الخطوط الحمراء العريضة بوضوح التي لن يستطيع أن يتجاوزها ولا إيران أيضا تستطيع تجاوزها هو وجد أن هذه فرصة زهبية لحل أكبر أزمة واجهة البلدين وواجهة المنطقة في هذا الظرف الحساس التي تمر بالإقليم طيب كانت هناك تصريحات من الطرفين من جوى داريف ومن الرئيس الأمريكي هل بعد هذه التصريحات طويت صفحة الرد ومقتل قاسم سليماني؟ يعني بالنسبة لمقتل قاسم سليماني أتصور أنها طويت ولكن الأهم من هذا هو الوضع الجديد الذي أصبح يعيشه الإقليم الرئيس ترامب مصر على أن لا تمتلك إيران السلاح النووي مهما كلفه ذلك هذا بيتم بطريقتين إما اتفاق نووي جديد بيجري منذ فترة قصيرة العمل معه وفي مشاكل مع الحلفاء خمسة زائد واحد ومع الإيرانيين شخصيا الأمر الثاني أنه إذا لم يتم هذا فكل الاحتمالات مفتوحة بما فيها ضرب إيران وهذه هي المسألة الكبرى التي تخشاها إيران الآن بعدما حدث من أحداث إيران معروفة بعدم التزامها هل تتوقع أن كل تطور سيأتي في القادم سيكون العراق هو ساحة للصدام وأيضا بعد تطورات الأخيرة هذه بعد آخر قصف لإيران هل تتوقع أن موقف أمريكا من سحب قواتها الأمريكية هل سيعزز ذلك من بقاء قواتها في الأراضي العراقية أم سيتم التفكير في سحبها من هناك لا أتصاور أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تصحب قوتها من العراق مهما قيل ومهما حدث يعني هذا خط أحمر لا يمكن لأحد أن يسلم العراق أو أن يتنازل عن العراق لإيران لصالح الروس والصينيين دعيني أقولها بصراحة بصريح العبارة لأن المسألة في حسابات دولية في المسألة في حسابات في القرن الحادي والعشرين لا يمكن الرئيس ترامب أن يتجاوزها فالكلام عن رحيل القوات العراقية هذا كلام للاستحلاك الإعلام ودعيني أقول لك مفاجأة اليوم يعني حين نسمع اليوم في وزارة الخزانة إدراج أسماء كبار المسؤولين العراقيين أن حساباتهم في المصارف الأمريكية تتجاوز 583 مليار ويعلن الرئيس ترامب أن هذه الأموال ستكون لصالح الشعب الأمريكي من هؤلاء السياسيين الذين ابتزوا شعوبهم هذا يعني كلام له معنى وله دلالة أنا لم أرحل وهذا سمن جنودنا الذين حاربوا عنكم في العراق ولن أسلم العراق بسهولة وسوف أستخدم معكم كل الأسلحة هذه واحدة اتنين المسألة الأبعد من هذا هل سترد من ذلك؟ ربما يكون هناك رد ولكن ليس هذه الردود في العراق واحدة وربما يكون في بعض البلدان الخليجية نظير حسابات إقليمية معينة لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور إيصام سكندر المحلل السياسي شكرا جزيلا لك على كل ما تفضل تابعكم كنت معنا من واشنطن اشتركوا في القناة